الجزائر المهمة كمان قليل جداً لما بيكون فيه اجتماعات داخل أرضية ملعب التيتش يعني دايماً في الإطار العام لما كنا مثلاً بنتابع تدريبات النادي الأهلي وإحنا موجودين في مقره الرئيسي في الجزيرة دايماً هذه الاجتماعات بتكون داخل غرفة خلع الملابس لكن الرسالة المهمة إنها توصل للجميع وقبلهم بالتأكيد اللاعبين والجهاز الفني إن تكون الرسالة دي في أرضية الملعب فأرضية الملعب لها معاني كتير لها تفاصيل كتير ممكن نتكلم فيها وبتفاصيلتها وفي معانيها وإحنا بنتكلم عن هذه الزيارة والرسالة المعنوية اللي دفعها الكابتن الخطيب النهاردة لكل اللاعبين وبكلام كلام واقعي وبكلام منطقي وكلام بيخص فرقته يعني الكلام متعلق باستعدادات الأهل المباراة السوبر وبيخص فرقة النادي الأهلي فقط وإني إزاي يحمس اللاعبة للمرحلة اللي جاية فكرة كمان اللاعبة الكبار اللي موجودين داخل صهوف الفريق لما يلاقوا الكابتن محمود الخطيب وسطهم وسط العائلة بمعنى صح لأن الجهاز الفني اللاعبين الإدارة الجماهير إحنا كلنا عائلة واحدة وبيهمنا أن النادي دايما يكون رقم واحد وبيهمنا أن الجمهور دايما يكون مبسوط وسعيد وشاف النادي الأهلي في المقدمة وعلى منصات التتويج كمركز أول في المقدمة وهو بيحمل البطولات سوى دوري كاس سوبر كل البطولات اللي بيدخل فيه غمار هذه المنافسات لكن كمان فيه جزئية مهمة جدا وهي جزئية معنوية فكرة أن نتكلم مع اللاعبين على مباراة السوبر وأن يكون في وسط اللعيبة مؤمن زكريا أنت بتتكلم في معاني نفسية ومعاني معنوية مهمة جدا بالنسبة للمرحلة القادمة هي تفاصيل صغيرة يعني البعض ممكن ياخد الخبر أو العنوان في هذا الموضوع أنه عنوان خبري أو رسالة معنوية أو دفعة قوية لكن في تفاصيل صغيرة بتحصل في هذه الاجتماعات بتكون سبب لإنجازات ومطلات كبيرة آه صحيح تفاصيل صغيرة بمعنى أنك موجود وسط اللعيبة ومعاك مؤمن زكريا نجم الناجي الأهلي ولاعب الناجي الأهلي السابق واللي بالتأكيد كان فيه ملحمة من حب جماهير الناجي الأهلي لللاعب وزيارتهم وتوجههم إلى منزله في مدينة ناصر خلال الساعات القليلة الماضية وده عايز أقول لكم يمكن كان لي دفعة معنوية قوية جدا بالنسبة لمؤمن زكريا وجود مؤمن وسط زميله وسط اللعيبة وسط بيته في النادي الأهلي قبل مباراة القمة ممكن تتكلم في تفاصيل بس أنا يعني عايز أوصل لكم الإحساس ومهما قلت من إحساس مش هادر أوصل لكم الإحساس اللي كان موجود داخل ملعب مختار التيتشبي جزيرة لكن الإحساس اللي ممكن أوصله لكم من خلالها زير السالة المعنوية اللي وجهها الكابتن محمود الخطيب وفي وجود مؤمن زكريا بالأمس في احتفال عائلة الأهلي وتكريم أبطال النادي الأهلي في كل البطولات وفي النشاط الرياضي عبر موسم طويل سواء مع النادي الأهلي أو حتى مع المنتخبات الوطنية لأن المنتخبات الوطنية في جميع المراحل السنية وفي الألعاب المختلفة قدر من خلال ولاد النادي الأهلي نحاق إنجازات طيبة على مدار الموسم سواء في كرة اليد السلة الطيرة كل الألعاب الفردية اللي كانت موجودة مبارح ومشرفة جمهور النادي الأهلي ومشرفة عائلة الأهلي مبارح في مقر النادي في مدينة تناصر لكن الشيء لافت للنظر وانا بتكلم على زيارة الكابتن النهاردة لللاعابين والاستعداد لمباراة القمة